السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم معكم هالطلاقية بالعقيق وحتى الدرس ديالها في فيديو واحد كانت تمنى انه ينال اعجاب ديالكم طريقة ساهلة بسيطة حتى البنات اللي مكيخدموش الرانضا غادي تناسبهم هاد الخدمة ان شاء الله فنبدأوا على بركات الله بسم الله على بركات الله هنالبنات انا غادي نخدم معكم غير رشمة بالنسبة ليكم غادي تبدأوا من التحت ديال البياسر الجيهة ليمنة يعني الطرف ليمن كان هنا الطرف ليصر وهالطرف ليمن يعني جوج دوفا دوفا ليمنية هاد ليمنية البنات غادي تبدأوا من التحت ديالها كانت تمنى انكم تفهموا الطريقة بالنسبة لكم الى ويتخدموا هاد الخدمة غادي تبدأوها من من التحت من التحت ديال البياسر انا غادي نوريكم واحد جلابة من هنا البنات هانتم هادي هي الحاشية ديالها غادي تبدأوا من هنا من هالطرف ليمن ديالها هاد الخدمة اللي غادي نبدأ معاكم غادي تبدأوا هالبنات من التحت الى بغيتوا هالطريقة جيكم مزيانة وكنتمنى انكم تبعوا الطريقة ديالي يعني غادي جيكم مزيانة وغادي تفهموا الطريقة غادي تبدأوا من التحت البنات من هالجيها يعني هناك تكون محلولة كما عندي هنا غادي تكون محلولة بحال هالشكل يعني جوج دوفا دوفا ليمنية ودوفا ليسرا هادية دوفا ليمنية وكيف قد ظهر ببحده هنالبنات غادي تتاخدوا هاد هالدوفا ليمنية انتم البنات كتشدوها على يعني قدامكم وتيخدوها دوفا ليمنية على هاد الشكل انا غادي ناخد هادى يعني هي هادى وغادي تتبعوا معي الطريقة ونوريكم كيفاش غادي تركبوها مع هالدوفا فانتمنى انكم تتبعوا معي حتى اللخر باش تفهموا الطريقة وانتو هلا انكم بغايتو تخدمواوا بلون واحد يمكن لكم تخدموه ممكن لكم تخدموه هنا نركبوا ثلاثت العقيقات يعني هاد لون ديال توب وهد اللون هو الزيت الى بغايتوا ت تخدمووا بلون واحد يمكن لكم تركبوا ثلاثة العقيقات ضفعة واحدة إذا بغيتوا لون أو اللججة الوينات اللون الثالث غدي تزيدوه من اللي تبغيوا تركبوا هاد الطرف مع هاد طرف غير تبعوا البنات را غدي تعجبكم الخدمة وإن شاء الله را غدي تطبقوها وغدي جيكم سهلة هنا البنات كيما قلت لكم ركبت لاتة العقيقات غدي جيوا هنا بحالة كتاخدوا واحد العبار هاد العقيقات كتعملوا بالليد ديالكم هكاية واتاخدوا غرزة هنا كيما شفتوا رجوا الغرز متباعدين شوية غدي تعملوا ضربة في التوب على هاد الشكل وترجعوا مع هاد العقيق سهلة طريقة أنتم البنات كتتولي عندي على شكل متلت غدي تركب كذلك هنا في اللول اللي كتركب هنا في اللول راني غير ركب ثلاثة لعقيقات وصافي وكان بده نركب غير جوج عقيقات فتبعوا الطريقة البنات هانتوما يعني غد نركب كذلك هنا جوج عقيقات غد نركب اللون الثاني ودائما اللون ديال 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 التوب هو اللي كيبقى عندي اول لاخر هنا كذلك غدي ناخد العبار ديال الجوج عقيقات ديال الضرب اللولى صافي هو اللي كنبقى غاد عليه ونعمل عقدة على هاد الشكل ونرجع مع العقيقات انتم البنات نقعد هاد العقيقات بش يبقى عليها لشكل متلت وهذه هي الطريقة اللي غد نبقى غاد عليها لطول بياسة من تحت حتى الفتحة ديال العنق وانا كنخدم نفس طريقة الفتحة البنات ديال العنق غد ينوقف غد ينخدم خدمة ديالي من تحت حتى الفتحة ديال العنق كانتمنى ان الشرح يكون واضح لكم حتى الخدمة تفهموها فالبنات انا كان بغير ننزل لكم خدمة اللي تفهموها وتجربوها وتجيكم ساهلة ما كان بغيش ننزل خدمة لعريضة نظرا لبعض الاخوات المتتبعات اللي غير مبتدئات وحتى هما يعني يعني عاجباهم هاد الخدمة الخفيفة انتم البنات كان بقى غادة بنفس طريق فهنا اخواتي غد تكونو خدمتو البياسة يعني من التحت ديالها وغد توصلوه يعني هذا هو الاخر ديالها غد تخلي واحد خمسة سنتيم او الا ستة سنتيم مهم الفتحة ديال العنق يعني اللي يقدر الفتحة اللي يقدر الراس يخرج منها ضروري انكم تحسبو هكا يلاقيوا هاد البلاس يعني هاد توب بهاد توب وشوفو واش يعني الراس ديالكم يقدر يخرج من هاد الفتحة او الا لا الى ما كانش تقدروا تنقصو قبل ما تزديوا هاد يعني هاد طرف مع هاد طرف كين بعد الاخوات اللي كيواقعوا في هاد الموشكين يعني كيخلوا هاد الفتحة صغيرة ماللي كيجيو يركبوا البياسا لبالنسبة الرهندайн دولة أي شكل ملي كيجيو يركبوا البياسا ويبغيوا يخشيوا هكايا الرس ديالهم يخرجوا الرس ديالهم من هنا كجي الفتحة صغيرة فمن الاحسن انكم تعبروا يعني تبدأوا الضوفة الثانية تركبوا الضوفة الثانية على الضوفة اللوله انتوما البنات انا غجي نضور غاتدوروا البياسة ديالكم على هاد الشكل انتوما البنات على هاد الشكل صافي وغادي تخليوا الفتحة ديال العنق هنا وغادي تخليوا هاد الجيهة يعني هادا هو التحت ديال البياسة هادا هو التحت البنات ديال البياسة كما عندي هنا يعني هادا هي الحاشية وهادا هو التحت ديال البياسة والفتحة ديال العنق وبقد في هاد جيهة كانت مننا البنات كانت مننا نتمنى انكم تفهموا الطريقة راها ساهلة بالنسبة اللبنات اللي كيخدموا راهم غدي يفهموها وبالنسبة اللبنات المبتدئات كنتمنى انكم تفهموا الطريقة هنا غدي نتبت هاد يعني هاد طرف بهاد الليبرا باش يجيني ساهل باش نخدم هنا كما قلت لكم الخيط بقالية غدي نركب العقيقة الثانية يعني هاد اللون اللي عملت منه للتوب باش يجيني هاد اللون الوصف وهذا وبالنسبة اللبنات اللي بغوا ثلوينات كذلك يقدروا هاد اللون الثاني اللي غتزيده هو اللون الثالث يعني تخدموا به تخدموا به اللون الثالث انتما البنات غدي نركب العقيقة على هاد شكل ونجي نيشان نيشان هاد البلاصة ونعمل ضربه في التوب ونعقد ونرجع مع هاد العقيقة ونرجع كذلك مع هاد العقيقة تانية وغدير ركب كذلك عقيقة كانت مني البنات يكون الشرح واضح لكم حتى الصورة ولو ان صارحة الاضاءة ما عطياش التوب يعني اللون دياله الحق دياله الصارحة مشي هاده هو اللون اللي كينف يعني اللي كي يبليكم هنا البنات يرجعكم الخيط مرخي شوية يمكن لكم هاكاية تحلوه وتزيروه وتعودوه ترجعوه مع هاد العقيقة وكذلك مع هاد العقيقة وهنا البنات غدي رجع بنفس الطريقة يعني الغرز يكونوا مقادين مع بعضياتهم وغدي نضرب في التوب هنا البنات را كم ما شفتوه معايا را نخلي قياس غرزة في التوب وكنا نعمل الغرزة التانية هنا كذلك قادي نعمل نفس الطريقة ونزير على هاد العقيقة مزيان ها انتم والبنات كنزير مزيان ورجع معا العقيقة وكذلك قد رجع معا هاد العقيقة للوسط انتم والبنات كما ما تلاحظوا معايا الصراحة الاضاءة عندي هنا را ناقص شوية ما اعطتش يعني ما اعطتش التوب الحق دياله ولا اللون ديال العقيق راحنا عندي واحد الوينات اللي هم مزوينين وجو مواتين مع بعضياتهم هنا البنات كما قلت لكم هاد الوسط تقدروا تعملوه بلون وهذا بلون وهذا بلون الى بغيته او اللي تقدروا تعملوه لون واحد اا يعني في العقيق كامل واللي تعملوه جو جلوينات كما عملت انا هنا الوسط عملت لون وهنا في جناب عملت لون وانتم والبنات را سهلة الطريقة سهلة وكتعطي واحد النتيجة اللي هي زوينا وانا غاد يعني نخدم معاكم حتى الدرس نوريكم كيفاش تخدموه نكمل هاد هاد طلاقي ونوريكم كيفاش خدموه الدرس الخيط ها هو هنا كين واحد الخيط غادي تركبوه فيه هكا يا الخيط وتركبوه فيه غير جوج عقيقات هنا عندي العقيقة التالتة هي هادي غادي يركب غير جوج عقيقات ونبدأ الخدمة كما قلت لكم انا غادي نركب اللون يعني اللون الثاني هاوما البنات ركبت هاد اللون اللي زيت واللون اللي عندي وغادي نخلي واحد القياس دي الغرزة الغرزة الثانية هادي نضرف فيها على هاد الشكل ارجع مع هاد العقيقة وكذلك هادي نركب جوج عقيقات وغادي نخلي كذلك غرزة او الغرزة الثانية هادي نضرف فيها موسيقى 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 وغادي نرجع مع هاد العقيقة فهدا والشكل اللي غادي نمشي عديه على طور بياسة وكذلك غادي نخدم هاد الشيها وهذا هو الدرس ديال اليوم ولا اطلاق هي كذلك خدمة سهلة سيطة كنتمنى انها تعجبكم وكما كتلاحظوا معي ما كتحتاش الغراز او يعني شي تركيز مهم رخفيفة سهلة فاتمنى ان الفيديو يعجبكم الى فيديو قادم